الأحواز كردستان، أذربيجان، بلوشستان مناطق لم تهدأ ولم يرى أهلها يوما رغيدا منذ حكم الشاه امتدادا لثورة الخميني تعامل بازدراء عرقي وقمع طائفي ولكن قوات الباسيج رغم دمويتها لم تستطع أن تسكت صوت المظلومين بؤرة الحراك هذه الأيام تشتعل من قلب بلوشستان التي تقطنها أغلبية سنية عانت قمعا مزدوجا من نظام خامنئي بدافع قومي ومذهبي الفقر الذي يخيم على المنطقة أجبر أهالي هذا الإقليم المحايد لباكستان على التجارة بالنفط لتأمين لقمة عيشهم لكن قوات الأمن الإيرانية بدأت بضرب صاريج النفط وإحراقها وزادت من التضييق على العمال وصغار الكسبة فانفجرت التظاهرات وعمت الإقليم كله مقاطعة بلوشستان هي موطن قبائل البلوش التي تعيش على جيانبي المناطق الحدودية بين إيران وباكستان وتمثل هذه المنطقة مركز الفقر المدقع فالأرض قاحلة ووعرة وقد حرمت إيران البلوش هناك من مصادر الرزق ولم يتم إنفاق أي شيء لتعزيز الحالة الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم تؤكد إحصائيات من بلوشستان أن نسبة الفقر ارتفعت ووصلت إلى درجة في غاية الخطورة تسعون بالمئة من السكان ليس لديهم مصدر معيشة وازداد الواقع سوءا مع الانهيار الاقتصادي العام في إيران ثورة جوع يزيدها للطهاد العرقي والديني اشتعالا حتى يمتد شرارها إلى أقاليم أخرى في إيران مثل الأحواز وكردستان وإلى وسط إيران أيضا إذ أن الاحتجاجات المتواصلة منذ سنوات تؤكد أن الشعب الإيراني وصل إلى نقطة لا عودة مع هذا النظام الذي زاد عمره القمعي عن 40 عاما